اشتركوا في القناة رئيس الاتحاد السوري لكورة القدم السيد حاتم الغايب صرح بأن المفاوضات كانت سائرة بالاتجاه الصحيح المفاوضات كانت شفافة من الطرفين الحماس للمستقبل كان موجود من الطرفين من طرف الاتحاد السوري لكورة القدم ومن طرف المدرب نبيل معلول نبيل معلول حسب تصريحاته الأخيرة يلي أدل فيها هو متحمس وقاب قوسين أو أدنى من استلام دفت المنتخب السوري في الأيام القادمة نبيل معلول يطمح إلى تحقيق إنجاز مع المنتخب السوري هالمدرب يلي سبق وأنه حظي بشرف التأهل لكأس العالم مع منتخب تونس وكان المدرب الوحيد بمنديار روسيا 2018 مع نسور قرطاش سيد حاتم الغايب لمس كتير من الاحترافي بعمل المعلول كانوا مقتنعين بأفكاره اللي طرحها نبيل معلول طرح بعض الأفكار والاتحاد الرياضي السوري لكورة القدم وافق على هاي الاقتراحات إن شاء الله الخير قادم للكورة السوري اليوم من الاتحاد الرياضي السوري لكورة القدم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أصدر بيان بالنسبة لوسائل الإعلام بتسهيل التواصل مع الاتحاد السوري لكورة القدم حتى نبقى دائما على اطلاع على القرارات وأهم الأحداث يلي عبتحدث داخل أرواقة الاتحاد الرياضي لكورة القدم هالشي كتير خطوة إيجابية منشكرنا عليه وإن شاء الله يكون عامل إيجابي في الأيام القادمة حتى توصل المعلومة صح أو بشكل أصح للجماهير السوري والجمهور الرياضي بشكل عام إذن خطوات كتير إيجابية عم بيقوم فيها الاتحاد الرياضي لكورة القدم بحلته جديدة بتواجد الكوادر إن كانوا السيد حاتم الغايب أو الأسطورة الكردغلي وباقي الأعضاء في اتحاد كورة القدم تم تغيير المكتب الإعلامي بشكل كامل والشي أنا بعتبره خطوة إيجابية الاتحاد الرياضي لكورة القدم بحلته جديدة عم بيقوم بكتير تغييرات كتير تغييرات مهمة لتغيير آلية وعمل الاتحاد الرياضي الجديد لتغيير النهج يلي ماشينا فيه على مدى زمن طويل حان وقت التغيير الرياضي حان وقت النقل النوعي بالكورة القدم السورية وبالرياضة السورية بشكل عام شو الأسباب يلي خلت الاتحاد الرياضي يتعاقد مع المعلول أو التفكير بالمعلول كمدرب بديل لنزار محروس المدرب والأسطورة السوري نزار محروس اسم كبير بعالم التدريب اسم كبير كلاعب مع المنتخب السوري ومع الأندي السوري لكن سبب اختيار الاتحاد السوري لكورة القدم للسيد نبيل معلول للمدرب نبيل معلول لقيادة دفة منتخب سوريا كان هو الخيار الأصح والصائب باعتقادي بالنسبة لاتحاد كورة القدم اختيار الصائب والأمثل عن اختيار المدرب الوطني مع احترامنا للمدرب الوطني لكن هناك عدة أسباب تستدعي تواجد مدرب عربي أو أجنبي مع نسور قاسيون في الفترة القادمة نحن فايتين على مرحلة جديدة أو تصفيات جديدة اللي بتأهلنا لكأس العالم نحن بحاجة لتغيير جذري بطبيعة الكورة السورية بأسلوب الكورة السورية بتكتيكات الكورة السورية بعقلية اللاعب السوري على فرض استلم مدرب سوري لمنتخب سوريا منلاقي أنه منتخب سوريا أو أي فريق سوري رح يستلمه مدرب وطني ببادئ الأمر منشوف الحماس منشوف في نتائج إيجابية خصوصا بالمباريات الودي أو بشكل عام لكن لما نيجي على التصفيات أو لما نيجي للأمور الجدية أو للمباريات المهمة والجدية منلاقي هون صار في خوف وقوقع بأسلوب لعب المنتخب السوري هي كانت عقبة كتير كبيرة بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية دائما المدرب الوطني عنده عقدة الخوف خصوصا من المنتخبات القوية أمثال كوريا إيران اليابان أستراليا دائما عندنا عقدة الخوف دائما عندنا عقدة أنه رح نخسر في فارق هدف في فارق هدفين المهم رح نخسر إن شاء الله نتعادل لا عندنا هون لما يكون في عندك مدرب أجنبي أو مدرب عربي رح تتغير أكيد العقلية فبالنسبة للمدرب نبي المعلول خاض كتير من المباريات مع الأندي الأفريقية مع الفرق الأفريقية مع المنتخبات العالمية ومع المنتخبات الأفريقية عنده احتكاك كبير مع منتخبات أفريقية اللي بتتفوق على المنتخبات الأسيوية بكتير أمور عنده ميزة التأهل لكأس العالم يلي دائما الجمهور السوري أو منتخب سوري بيتمنى أنه يوصل لحلم المنديال العالمي لأول مرة بتاريخه وإن شاء الله يا رب لما يكون عندك طموح بأنه توصل لحلم المنديال العالمي بتواجد خيرة من اللاعبين ونجوم وكوكب من اللاعبين السوريين المتواجدين بأوروبا وآسيا ومحترفين خارج سوريا وأيضا بتواجد نخبي من اللاعبين داخل سوريا لكن مهمشين أعلاميا مثل ما شفنا قيس الياقوبي نجح مع نادة الاتحاد نجح بفترة قصيرة بتغيير عقلية لعب الاتحاد عمل نقل نوعي بالنسبة لنادي الاتحاد إن كانوا بأسلوب اللعب إن كانوا بالتعامل باحترافية مع اللاعبين إن كانوا بالتدريب أو خارج الملعب الالتزام هذا أهم شيء اللي كان عم بيشتغل عليه يعقوبي ونجح فيه إذن لما يكون عندك مدرب بيشتغل بعقلية احترافية ما عنده حدا يفرض عليه اسم معين أو اسلوب معين أو شكل معين لإدارة منتخب هو القائد الأوحد هو إله الكلمة الأعلى بالمنتخب وبأسلوب وإدارة المنتخب إذن أكيد هالمدرب هذا رح يكون ناجح وممكن أنه يعمل شيء مع منتخب بلدك نتمنى كل الدعم للاتحاد الرياضي السوري لكرة القدم بعمله الاحترافي لحد الآن وبطموحه بتطوير كرة القدم السورية نحن شفنا القرارات شفنا الأسلوب العمل يلي عم يتبعه السيد حاتم الغايب وأعضاء الاتحاد السوري جديد لكرة القدم يعني الحقيقة لحد الآن عمل احترافي بامتياز ضمن الإمكانيات المتاحة طبعا تم التواصل مع الاتحاد الأسوي بالنسبة للأموال بالنسبة لكتير شغلات تم التواصل والتعاقد والتفاوض مع المدرب بشكل احترافي بشكل غير عن اللي كنا نشوفه بالسابق بالنسبة للاتحادات السابقة يلي كانت للأسف ما بتعرف شيء اسمه كرة قدم أو رياضة عنا هلأ يلي عم يقودوا الاتحاد السوري لكرة القدم هوني لاعبين سابقين كانوا بالمنتخب السوري وأساطير سورية إذن أكيد رح يعرفوا كيف وشلون يحسنوا كرة القدم السوري لأنه نعانوا من هالمشاكل لما كانوا لاعبين وهلأ أثار الرجل المناسب بالمكان المناسب لحتى يعمل التغيير المناسب نشوفكم في فيديوهات قادمة سلام